بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشابتر سيكس بستراب فوتينج هناخد الجزء الرابع في تصميم أو خطوات تصميم القعدة بتاعة الجار اللي هو الستراب فوتينج زي ما تعلينا في الجزء السابق جبنا الار بتاعة الخرصانة المسلحة هنبتدي نجيب الاف يو ان اللي يالي عبارة عن 1.5F R تنر على L في البي دول بتاع الإنترنر وكمان هنجيب الاف يو بتاعت مين بتاعت الاكسيرير 1.5F R دي اللي هنبتدي نصمم بها خلي بالك الاي القعدة بتاعتنا لو عايزة جيبها طنة بلميطة الرام يبقى الكيوب بتاع الإنترنر أضربها في البي بتاعت الرينفورس الكونكريت والاكسيرير هضربها في البي بتاعت الرينفورس الكونكريت الاكسيرير او الخارجي طيب طيب احنا النهاردة هنتكلم عن القاعدة بتاعتي هصمم القاعدتين دولرت ازاي؟ ببساطة خالص القاعدتين دولرت هيصمموا كما لو كانوا strip footing وذا اللي احنا خدناه في chapter 3 ازاي تصمم strip footing كانت داية بدل ما هي حيطة هي ايه القاعدة بتاعتك داية طيب نبتدي نصمم ازاي دي strip footing ودي strip footing سنجيب ال FU interior 1 ومص في ال R interior على ال L interior في ال R دي دي طبعا وحدة طن بالميتر مين سكوير ودي قصا عندي قبل كده اللي هي ديت بعد كده جيب السي عبالة عن ال P بتاعت ال reinforced concrete طبعا ناقص ال P بتاعت ال strap طب اخذ العرض بتاعت ال strap ده وتقديه هناخده أكبر من أكبر عمود عندي يعني العرض العمود ده مثلا 40 والعرض ده مثلا 30 لا ناخده 40 أو ناخده 50 لكن ما ناخدهوش 30 وبعد هنا نجيب ال moment بتاعت ال interior FUN في C square على 2 أو هنا ال D بتاعتي هبتدي أجيبها 5 في جزر المومنت على FSU في ال B ال B هنا بناخدها بكام بقى لو تفتكر كنا بناخدها بمية عشان دي ايه strip footing وبعد هنا نجيب ال T بتاعتي ال interior عبارة عن D زائد كام 7 سنتي نفس الكلام هنقوله في مين في الاكسيريور الحاجات دي كلها طبعا احنا اخذناها بالتفصيل في شابتر 3 يعني ممكن نجيب السمك اللي بيقاوم العزم بتاعي شكرا شكرا شكرا